أسئلتكم مباركة وتفضل جسر ممتد الله سبحانه وتعالى يرسل لنا ألطاف وتوفيق وسداد وعليه ويخلينا دايما متواصلين في خيره وفي مدده وفي نوره وتعالوا ناخد أول سؤال من أستاذ أحمد من سهاج أستاذ أحمد أستاذ أحمد أم أحمد أستاذ أم أحمد من سهاج اتفضلي الله يخليك أخبارك عاملية يا دكتور فضل ونعمة عاد الله يديك الصحة يا رب ويديك العافة إن شاء الله أهلها وسائل بحضرك تفضلي الله يخليك تسلم والله يا دكتور هو ما فيش حد في الدنيا اللي احنا جاعدين فيها دي مش معي زعل وهو الزعل والحزن ديتم سيطرة على كل الناس بس أنا عايزة حضرتك تدعي لدعاه أنه رب من شاء الله يزيح الغمة وربنا يشفى عني يا رب طيب بص يا ستة أنا أقول لك حكتين أول حاجة أنا أدعيلك زي ما أنت قلت وخلينا نبتدي بالدعاء وبعد كده أقول لك إيه لي يزيح الغمة اللي عند حضرتك أول حاجة تعالي ندعي نقول اللهم إني نسألك وأنت الذي ربيتنا على ألطافك أن نرى ألطافك النازلة تغمر أحزاننا وتغمر أوجاعنا وتداوي جراح قلوبنا فاللهم إنا نسألك وأنت الشافي أن تشفي قلوبنا من كل أوجاعها حتى تصير قلوبا سليمة بنعمتك وبفضلك تحيا في كل وقت وحين يا رب العالمي الأمر الثاني حضرتك أنا أقول لحضرتك نصيحة في مسألة الأوجاع والهم دي أول حاجة لازم الإنسان يبقى دايما كده الإنسان يبقى مستبصر يعني عنده حكمة لازم الأحزان دي الإنسان لا ما يبركش تحته ليه؟ لأن الأحزان دي في الحقيقة نحن نحزن على ما فات إما ما فات من وجع أو ما فات أي فاتنا فالأحزان دي في الحقيقة نحن نفسد بها وقعنا ومستقبلنا بلا معنى بلا معنى فالأحزان دي إحنا اللي بنصنعها لابد إن إحنا نهرف إن كما تفنى المسرة هو حد بيشك إن السعادة بتفنى كما تفنى المسرة المسارات مش بتفنى مش الأوقات اللي إحنا بنفرح بيها ونسعد بتفنى فكما تفنى المسرة هكذا تفنى الهموم طب إيه اللي بيجدد الهم إحنا اللي بنجددها ولذلك لابد الإنسان يتق الله في نفسه وما يجددش الهموم لازم يقول إن الهموم دي مرت وإن كل يوم هو ميلاد جديد لي أنا يوم جديد على عملك شهيد فاغتنمني لازم ناغتنم ده فلذلك أول حاجة تعملي كده تعودي مع نفسك وتقولي إن كل الأحزان دي انتهت وفنت حاجة اللي بعد كده لازم تغيري بلنامج بلنامج اليوم بتاعك طول ما أنت عندك نفس بلنامج اليوم وبالنامج اليوم بتاعك بيفكرك باللي فات الحاجة التالتة لازم تدخل أشياء مساعدة لك في حياتك بالتلات حاجات دولة مع الدعاء كل ده هيتغير إن شاء الله وتكون حياتنا في أفضل حال ترجمة نانسي قنقر